والدرس الثالث اللي حقوله دلوقتي مهمة قوي 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 للزملاء في الاستوديوهات التحليلية وانا هنا هتكلم بشكل عام مش لحد بعينه لأصدقائي وإخواتي اللي موجودين في الاستوديوهات التحليلية خد بالك من كلامك قبل المطش خصوصا لما بتبقى تتكلم عن النادي الأهلي ما ينفعش يتقال على المدير الفني للنادي الأهلي انه ماشي معاه وبيعمل حاجات مش صح لا ممكن تقول انه بيعمل حاجات مش صحة ده انت حر طبعا ولكن طالما بتتكلم فني يعني لكن ان انت تقول ان هي ماشي معاه وماشي كده ماشي بالستر والكلام ده كله عيب طيب انا ما سمعتش الحقيقة ما بعد المباراة اللي حصل او ما بين الشوتين من حقك ان انت تعلق فنيا على قرارات المدير الفني بخصوص لعبته او كلامه لكن ما ينفعش ان هي تبقى بكلام مرسل كده طيب اهو الاهلي كسب وباداء رائع وبالتشكيل اللي اختاره المدير الفني واحنا جايبين نادي الاهلي جايب المدير الفني علشان يكون هو صاحب القرار في مين يلعب ومين ما يلعبش هو لا حيتفرج عليك ولا حيشوف الاستوديوهات بتاعتك لكن انت حللت ايه فني في الماتش طيب بعد نهاية الشوت الاول ليه ما قلتش ان الراجل نجح طيب بعد نهاية المباراة يكون شكلك ايه قدام جمهورك والسؤال الاهم بالنسبالي شمعنا مرسل كولر اللي بتتكلم عنه ما سمعت شانا كلام عن مدربين فيه مدربين اجانب كتير على فكر فيه تاكيز جوناس قبل ما يمشي فيه فريرة مدير فني الزمالك وفيه تاكيز قبل ما يمشي ودلوقتي موجود باتشيكو موجود دلوقتي واللي هو ما نقدرش نتكلم على ناحية تانية بنخاف ده انتو بيبقى مدرب مغلوب خمسة وتقوله ده عبقاري لانه رجع من خمسة يعني رجع من خمسة صفر ولا من خمسة واحد لخمسة تلاتة فين المنطق في الكلام ده فين التحليل الفني واللي هو انتقاد وخلاص انتقاد لكل ما هو احمر انا اتمنى ان كل الناس اللي في الاستوديوهات التحليلية تراجع نفسها شوية عشان الجمهور بالمناسبة بيعرف يقيم الجمهور بيعرف يقيم يعرف يتفرج على مين وما يتفرجش على مين مش كل الناس عندها ذاكرة السمك جمهور النادي الاهلي ما بينساش جمهور النادي الاهلي بالمناسبة لما يبقى المدرب وحش وبتنتقده وبتنتقد اداء المدرب ما فيش مشكلة الناس بتبقى عارفة ان انت بتنتقد لا بدون اغراض شخصية ولكن قبل المطش بتنتقد وبعد المطش مقلتوش كلمة كويسة وما بين الشوطين ما تقالش كلمة كويسة يبقى في حاجة خلي بالكم جمهور النادي الاهلي بيعرف يقيم بشكل رائع